نتابع معكم حوارنا مع سعادة الدكتور خالد السالم الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية أهلا وسهلا بك مجددا الدكتور الآن في هذا العصر الإلكتروني نرى سيل من الشهادات الإلكترونية الدورات الإلكترونية الأونلاين نفس ما نقدر نقول هل مازال للشهادة الجامعية هذا الرونق المعهود أو خلا نقول الورقة الرابحة في سوق العمل أعتقد بأن المفهوم الشهادة نحتاج أن نوضح ما هي الشهادة الشهادة هي علامة تحدد بأن هذا الطالب وصل إلى مرحلة معين من العلوم وحتى إذا تصل إلى المرحلة الأعلى والأسماء وهي مرحلة الدكتورة هي مرحلة معينة من العلوم توضح بأن أنت كأنسان أنت كشخص قادر على البحث ولو أنك أنت متخصص في جانب واحد محدد المحول الرئيسي هو قدرتك البحثية فبالتالي الشهادة هي تشجيع للشخص بأن يستمر في رحلتها التعليمية وكما قول النبي صلى الله عليه وسلم العلم وبالتعلم المفروض على كل شخص بأن يستمر في هذه المعرفة ويستمر في هذا التعليم إذا نحن ننظر إلى الطرح الأكاديمي الشخص يفترض بأن يستمر في أبحاثه ويستمر في إصدار أبحاثه ويستمر في التحليل فبالتالي الشهادة تفتح لك الأبواب أن تنطلق في هذا المجال ولكن إذا يترك أو تترك هذه المهنة مثل البحث والطلاع لا شك أنها توهن مثل ما يوهن أي مهنة أو أي مهارة تتركها بعد مدة دكتور رحيم فيه نفس ما نقول يعني خلني أقول هذا المصطلح فيه هجمات على الشهادات الأكاديمية من الجامعات وأن الإنسان بخبراته الحين من بعض الشركات الكبرى حول العالم الإنسان بخبراته وغيره وأن الشهادة الأكاديمية هذه مجرد وسام أكاديمية للإنسان فهل تشوف أن المستقبل فعلا يأخذنا إلى ذلك أن نحن فقط سنتجه إلى الخبرات العملية أو الدورات المهنية ونبتعد عن الشهادات الأكاديمية من الجامعات تنمار موقع نحن نحتاج أن ننظر إلى أهمية الجامعة شو هي الجامعة أو شو أهميتها الجامعة تجمع لك العقول ففي السابق يتطلب كان على الشخص بأن يذهب من شخص إلى شخص حتى المهنيين يذهب من شخص إلى شخص بأن يتعلم فمثلا في الدولة عندنا المعاهد المهنية فبدل عن أن تذهب من شخص إلى شخص مهني في مجاله ومن تخصص مثلا إذا كان الحداد سابقا كان في محله الشخصي أو في ورشته الآن هي في شركة مثلا في مهنة معينة يعتبر هذا التدريب العملي ولكن من تطور الدولة لله الحمد وبقيادة وتوجيه القيادة الرشيدة كل طالب في أي مدارك من مدارك العلم يجب أن يتوجه إلى التدريب المهني إن كان العلوم التطبيقية أو العلوم المجتمعية فبالتالي الجانب التطبيقي موجود ولكن الجامعة هي حاضنة للعقول حاضنة للأبحاث موفرة لهذه الموارد إذن هي أساس طبعا هي أساس هي دائما الأساس التي لا نستطيع أن نستغنع عنها نعم ولكن يجب أن نشدد على أمر بأن الجامعة هي ليست مرحلة ومحطة وتنتهي بالنسبة لمتلقية العلم نرجع للتعليم المستمر بالضبط الطالب أي طالب يجب أن دائما يرجع إلى الجامعة والجامعة يجب أن دائما توفر المحاضرات العامة الدورات التخصصية التعلم المستمر من أجل أن نتوفر الخدمة لهذا المجتمع جميل طيب شهدنا في هذه الفترة دكتور التعلم عن بعد أكثر من أي فترة سابقة بسبب جائحة كورونا هل ترون أن هذه الطريقة في التعلم هي ميزة لجيل الحاضر والمستقبل أم أنها تحرم من التواصل المباشر تواصل البشري نحن نقول بأن في كل محنة منحة وفي هذه المحنة التي هي محنة الجائحة الدولة بتوجيه قيادتها وبالمعنيين والمسؤولين وجدوا الفرصة في هذا المجال فاليوم إذا كان الطالب يحتاج أن يصل إلى العلم الآن العلم يصل إلى الطالب فبالعكس أصبح العلم أقرب إلى الطالب منذ قبل يستطيع الطالب أن يصل إلى هذه المعرفة أينما كان وهذا تطور جدا كبير شو ما كانت الجامعة في أي دولة حول العالم نقدر أن نوصلها من خلال هذا الاتصال نعم ومن ناحية التواصل البشري التواصل البشري هو جزئية لا شك لكن الجزئية هذه تتغلب عليها التقنية مثل ما تتغلب على كل شيء ثاني وهذا الأمر صار والتجربة في دولة الإماراتي تجربة ناجحة ورائدة وهذا الأمر اليوم جلي وواضح نحن طلبتنا اليوم في الجامعة وفي المؤسسات التعليمية يعني أكثر من فصل الآن والتعلم عن بعد اكتسابهم من المعارف هو مثل ما هو وجديتهم في اكتساب المعارف وطموحهم هم وصراحة مثابرتهم هم الشخصية بالاهتمام بالمواد وبالمتابعة أكثر من ما نحن صراحة أن توقعنا وهذا مرة ثانية ننظر إلى الأمر بأن نضج المجتمع المجتمع هو الذي يرغب ويبحث عن العلم ومع عمل المؤسسات بتوفيرها هم توجهوا لهذا الشيء نعم والدولة القوية الدولة القوية هي دائما التي تنظر بأن في أي تحدي فرصة وكان تحدي وهذا التحدي وجد لنا الفرصة كنا قادرين على مواجهة هذا التحدي وطلعنا بأفضل النتائج طبعا بالقيادة الرشيدة وتوجيهاتهم أكيد الحمد لله في رحلة النجاح دكتور لدولة الإمارات رحلة النجاح والمثابرة 49 عام من العطاء لدولة الإمارات كيف ترى قطار التعليم في الدولة؟ إلى أي محطة وصلنا برأيك؟ إلى أين متجهين في هذا القطار للمستقبل؟ نحن من القيادة عرفنا وتعلمنا الذي هو التطور والطموح لا محدود وهذا كل ما شهدناه إن كنا في جيلنا أيام كنا طلبة وإذا كنا الآن كإداريين أو كاديميين فهذا عنوان دولة الإمارات اللامحدود وهذا اللي وجدناه في كل مدارك الدولة وهذا هو العنوان اللي يوضع لنا من قبل القيادة اللامحدود في الطموح اللامحدود في الأحداف إذن اللامحدودية نعم أبدا ختاما لطلبتنا الآن لجيل الخمسين جيل المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة لو نعطيهم باختصار وصفة للتفوق والريادة في هذا المستقبل شو بد قولهم؟ ما أقولهم غير اللي قاله أبونا الوالد المؤسس القائد الشيخ زايد دائما يذكر بأن المواطن هو الرهان والموارد البشرية هي الرهان وكل من هو بعد الشيخ زايد يكرر هذا الأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دائما يكرر هذا الأمر صاحب السمو الشيخ محمد راشد دائما يكرر هذا الأمر يشرفنا أن نحن نستمر في هذا الشأن ويشرفنا بأن نحن نرتقي إلى التسمية الذي دائما كان محبب لدى الجميع بأن نحن نرتقي إلى طموح الشيخ زايد وبأن نكون نحن أبناء الشيخ زايد هيال زايد ما بيوصلون إلى الطرح إلا إذا كان هدفهم اللامحدود وهدفهم دائما التوصل إلى ما هو أفضل والسلام الرائع فيما بعد بكل تأكيد الرقم واحد هو دائما حليفنا وهدفنا في هذه الرحلة نحو المستقبل ومثل ما ذكرنا في هذا الحوار أن التعلم المستمر والتعلم الذاتي وحب المعرفة والشغف وأن يكون عندنا عقل قادر ناضج قادر أن يحلل ويجمع ما بين العلوم المختلفة أكثر انفتاحا تسامحا وتعايشا هذا اللي نطمح له في جيل المستقبل كل شكر لك سعدة الدكتور خالد سالم الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد العلوم الإنسانية على هذا الحوار الثريق شكرا لك شكرا لك إذن مشاهدين رحلتنا اليوم كانت مليئة بالتفاصيل عدنا معكم إلى مع قاعد الدراسة واستشرفنا مستقبل التعليم الجامعي في الدولة دولة العلم تتقدم دائما بشبابها وبعقولهم ومؤسساتها التعليمية الرائدة وطريق مفتوح أمامنا نحو الخمسين ننطلق لنرى وننجز ونعمل ونفديك بالأرواح يا وطن دمتم بحب الله